والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الأيام أيام مباركة وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر من ذي الحجة العمل في هذه الأيام أفضل منه في غيرها من أجل أن يغتنمها المسلمون بالأعمال الصالحة وهذا يدل على لطف الله بعباده ورفقه بهم فإنه نوع الأعمال لأجل أن يفعلوا منها ما يسهل عليهم من الأعمال التي تشرع في مثل هذه الأيام صيام تسعد الحجة فالصيام عبادة عظيمة وهو من العمل الصالح فيشرع تخصيص العشر بهذه الفضيلة وبهذا العمل كما جاء في الحديث القدسي قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام في هذه الأيام له فضل عظيم وآكد هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الواقف بعرفة ففيه مزية خاصة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده بلا شك هذا هو الدليل على فضل صيام يوم عرفة فيوم عرفة هو عين ما فيها هذه الأيام من خير من الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثرة الذكر ولا سيم التكبير يقول الله تعالى وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد بن عمر وأبو هرائرة يطبقاني هذا الحديث يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثرة قراءة القرآن لأنه أفضل الذكر ويكفر من تلاوة القرآن في جميع أوقاته الحديث من قراء حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ومن الأعمال الصالحة التي يعملها المسلم في مثل هذه الأيام تخصيص لياليها بالقيام ومن كان قيام الليل دأبه فليزده في هذه العشر فإن فضيلة العمل الصالح تتناول ليالي العشر كما تتناول نهارها وهذا فضل من الله الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام إطعام الطعام وسقي الماء والصدقة على المحتاجين ولا سيما في هذا الحر الشديد كل هذا من يتسابق فيه طلاب الأجر من الله سبحانه وتعالى وهو ميسر لمن يسره الله عليه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال فكيف إذا كانت الصدقة في أفضل أيام العام كذلك من فضاء العطاء والإحسان أن الله جل وعلا لا ينقص ما أخذت منه هذه الصدقة هو أن نقص حسا فإنه تضاعف معنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر